اهلا بكم جديد حرر الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية مواقع استراتيجية في جبهة الشريجة في محافظة تعز وكبد ميليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الارواح والمعدات اما في جبهة البيضاء فقد حققت وحدات الجيش الوطني تقدما في مدرية الملاجم في البيضاء اثر معارك خلفت عشرات القتلى والجرحى في صهوف الانقلابيين كما سيطرت قوات الجيش اليمني باسناد من التحالف العربي على قرية المغرم في مدرية باقم بصعدة ذلك بعد معارك مع المتمردين